مرحب بحضراتكم من جديد في حلقة الثاني أيام العيد اللي يمكن بدأناها معاكم بعدد من المواهب الخاصة بمواهب المبدع الصغير هذه الجائزة التي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي لكن ختام فقراتنا النهاردة ختام ومسك زي ما بيقولوا مع موهبة جميلة موهبة قدرت رغم صغر سنها أن هي تحترف عصف واحدة من أصعب الآلات وهي آلة اللي تشلوا وده اللي يمكن أهلها للفوز بالدورة الأولى من منافسات المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ومعانا ضفتنا ساما نور الدين صباح الخير يا ساما صباح نور يعني ساما في البداية كده هتسمعين ايه؟ كونشيرتو هادن فضالي اشتركوا في القناة كفاية كده نا براوه يعني ساما احنا شايفين بنوت صغيرة والشيلو قالها يعني بالنسب لك كبيرة شفية وانتي بتاديتي أصلا تعزيفها يا يامن وانتي أصغر كمان عرفينا بقى وعرفي سادة المشاهدين انت عندك كم سنة ابتديتي من امتى بتدريسي فن دلوقتي انا ابتديت وانا كان عندي كنت في تالتة ابتدائي كان عندي تمان سنين وبدرس في الكونسرفاتور واستاذي هو دكتور أشرف شرارة يعني انت بقى لك اربع سنين بتلعب تشل انا اللي انا عارفه يعني العصفور قالت لكده اللي انت من عائلة فنية يعني اخواتك ما شاء الله برضو في نفس الكرير او في نفس المجال او قريب منه شوية او فعرفيني بقى العيلة نفسها كلها يعني مين سما انا اختي ملك بتعزف كمانجا واخويا خيالي بيعزف فيولا واخويا كبير مصطفى هو مخرج يعني معينا برضو في معاة سينما مهندس صوت او واخد جيزة في انتاج اول فيلم وطيقي تقريبا حاكد او وانت اصغر اعضاء العيلة او طيب اما اللي حبيبك بقى في التشالو او او هو اخويا كان عندها اسمها كورتت هو كان بيعزف مع صحابه فهو انا يعني اول ما اسمعت العيلة عجبتني وقلت لانا عايز اجرب يعني اعزف العيلة دي وصممت عليها ودخلت المعهد وعزفتها وكملت فيها طيب التشالو تعتبر عيلة من موجهة نظرك انت او احمد شايف انها صعبة بس انا اسأل اهل الخبرة التشالو عيلة صعبة ولا سعبة في الاول اكيد صعبة لكن بعدين ان اتدربت عليها وخلاص فبالنسبالي يعني فيه حاجات برضو لسه صعبة فيها بس فيها حاجات طيب تفتكري فيه الات يعني بتبقى فيه الات تبقى اسهل من الات او الات اصعب من الات؟ خالص لا لا كله زي بعضه يمكن واحدة من الرائطات في المجال ده تحديدا جاكلين دوبري عرفاها او اكي ايه اللي بتحب تسمعليها كونشيلتو إلجر وكتعة سمايل سانسانس طيب اسألك السؤال بشكل مختلف ايه اللي تحب تسمعهن لها كتعة سمايل سانسانس 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 لائه كتعة سانسانس برافك سما قللي انت عايزة يعني قدام تكملي في الموسيقى ولا عايزة ردتي at لا تساينيش تاني عايزة تعملي ايه بعد كده عايزة افضل في موسيقى وابقى سوليسة علامية طيب كلمي عن جايزة بقى المبدأ الصغير قدمت ازاي ايه اللي حصل كنت عملت فيديو في الاول الاول عرفتها منين من الدكتوري دكتور أشرف قال لي ان في جايزة الدولة التقديرية عايزك تجربي انك تشاركي في المسابقات وتجربي وشوفي انتي هتوصلي لحد فين ويعني يعني عايزة شوف انتي هتقداري عليه على ايه طيب قدمت او قدمت اول حاجة فيديو في المرحلة الاولى فبعدين خلصت المرحلة الاولى وعدتها وانجحت فيها فبعدين خلصت المرحلة التانية كانت في الاوبرا كان هناك بقى الاوداشن هناك وانجحت فيها بصوا سماء الموسيقى دايما بتريح الآصاب وانا جاي النهاردة عشان اسمع هتعيبك معنا شوية تسمعين اي تاني اللي انت تختاريه بس عايزاكي بقى تشل خالص تريد تهدي كده خالص مفيش توطر خالص انت شاطرة جدا واحنا عايزين نسمع منك حاجة دلوقتي قادرة ولا نتكلم ابعض شوية نتكلم شوية نتكلم شوية الحمدلله اللي انت قلت نتكلم شوية ما انا ميتهاش في ملعبي قلتي لانت عاوز تسمع ايه عشان انا كنت هنا انا كنت هسكت انا كمان بصراحة طيب اللي بيفرق التشلو عن الكمانجا انا كااحمد بحس اللي اتنين شبه بعض فرق حجم فرق حجم وصوت واوطار ومسكة قوس واحنا في التشلو بنقعد هم بيقفوا بنفرق برضو في حاجات طبع مادة سماعة السولفاج عندنا في حاجات بتفرق كتير طيب التشلو لازم حد يتعلمها من هو صغير ولا من الالات اللي ممكن نتعلمها واحنا كبار شوي هو اي سن لكن احنا عندنا في الكنزل فيتور بندخل من سنة التالتة ابتدائية ده عشان الكنسيرفتوار بس لو حد عايز تعلم هو كبير ممكن يتعلم لشلو إنه نتكلم من التلو مش اسهلة سهلة قوي يعني صعباش فحي يعني اه بس عادي اي سنة النوات الموسيقية بتاعتها واحدة كمان يعني كمانجة وتشلو ولا في اختلاف في اختلاف اه ايه بقى الاختلاف اللي فيهم يعني معلش هقطاعك بس هل ممكن اللي انا ابتدي بكمانجة ويبقى التدرج الطبيعي بتاعي اللي أنا ألعب بعد كده تشيلو ولا منهمش علاقة ببعض هو فيه فرق كبير يعني إحنا عندنا في مادة السولفيش بندرس يعني التشيلو ليه حاجة ما مفاتيح مخصوصة والكمانجا لها حاجة نيه برضو مفاتيح وليها مسكة معينة المفتاح دي خاصة بالأوتار خاصة بالصوت بالنوت والصوت اللي بيطلع من الأوتار بتاعتها أو بيها بالنوت هي المفاتيح هي في النوت فبتفرق حتى في المسكة في مسكة معينة للتشيلو ومسكة معينة للكمانجا طيب سامة الموسيقى الكلاسيك من أصعب أنواع الموسيقى اللي ممكن تتعذف السيمفونيات صعبة وانتي ما شاء الله يعني شطرة جدا فيها قولي لي إيه أصعب سيمفونية ممكن تكوني عزفتية أو بتعذفية أو عايزة تعذفية شفتي وستعتلك السؤال إزاي كتير يعني هم فيه كتير جدا عايزة عزفهم إيه أصعب واحد كله لا مفيش أصعب هو كلهم صعب كله بيجي بالتمرين أو ما هو ده إحساس بالزاد برضو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعني وثقة في نفسك وفي شخصية كده وانت بتتكلمي هل ده ليه بعد خاص باللي انت عشان بتلعبي موسيقى وعارفة أن المخرجات أو المزيكة اللي طلع منك هي فعلا مزيكة كويسة فهي ده لي بيخليك وثقة في نفسك أكتر اه اه اتكسفنا طيب ايه صحابك في المدرسة بقى انت هم شايفين فكرة ان انت بتلعبي لتشيلو بعد كمان ما فوزتي بجائزة المبدأ الصغير ايه اللي حصل بعد كده يعني قلت له همش ولا ايه لا لا عارفين اه بس يعني هم ابسطوا لي جدا يعني ابسطوا ان انا صحبتهم وحاجة حلو اه انا فقد احنا فكرنا التوتر بقى نسمع حاجة اه 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 اشتركوا في القناة من ثلاث ساعات ممكن لست ساعات تسع ساعات بتوصل لأوقات كتير يعني هي مرة في الآخر؟ يوم؟ لا كل يوم كل يوم أما هل أنا بقى أصدق كام يوم؟ مش ساعات التدريب في اليوم يعني أنا عشان أكون متقن ويعارف اللي أنا متمكن من لحن أنت بتخرجيها أو نوتا أنت بتخرجيها في الآخر بتقضي كام يوم تتمرني عليها تقريباً أو أكبر وقت تتمرنت فيها على نوتا يعني ممكن هو مش أكبر وقت يعني هو بحسب التدريب وحصل أنه هيقدر اللي يطلع يعني هتطلع كويسة ومش تطلع كويسة فهو ممكن تاخد وقت كتير جداً وممكن تاخد وقت قليل يعني كبير سامة إحنا في العيد تاني يوم العيد النهاردة خدت العديو ولا لأ وعملت إيه في العيد؟ أعطي مصحوبي قدت بخطي العديو ولا لأ؟ حتى بيه خلاص؟ سامة مبارة لو كده هنشال لياتي لديك العديو عشان بقا يين قدام الناس سامة كل سنة وانتي طيبة ويا رب دايما من نجاح لنجاح وتحقق كل نفسك فيه سما نور الدين ان شاء الله يعني أنا متوقع لك بإذن الله هتبقي سنست عالمية وتحقق طموحك وهتعادي معانا في نفس المكان ده بس وانت محقق نجاح عالمي بقى وجايزة عالمية المرة الجاية كل سنة وانت طيب يا سما وانت سعيد عليك يا رب وعلى كل أفراد أسرتك